بسم الله الرحمن الرحيم جراحة القلب المفتوح من اسمها يخوف لكن هي جراحة ككل الجراحات بتجرى في العالم ما يقارب المائة عام بنسب عالية جدا ونسب نجاح عالية تقدم العلم فيها وتقدم التكنولوجي عالي جدا عشان يمنح معامل أمان عالي ورعاية أثناء العملية للمريض المحافظة على قلبه جراحة القلب المفتوح هي الجراحة اللي بتتضمن استخدام مكنة القلب الصناعي اللي هي بنسميها بتقوم مقام القلب والرئتين أثناء العملية إذن هناك عمليات لا تستدعي استخدام جهاز القلب والرئتين وبالتالي ما بنسميهاش جراحة قلب مفتوح فجراحة القلب المفتوح بيتم إيقاف قلب المريض وعمل العملية ثم استعادة هذا الأمر نشاط القلب الطبيعي بعد إصلاح الخلل اللي موجود بسبب إن احنا بنستخدم مكنة القلب والرئتين الصناعي ليال هارت لانج ماشين جراحات القلب المفتوح بتجرى لأسباب كتير جداً ممكن تكون أسباب تتعلق بشرائين القلب في إنسدادات متعددة في شرائين القلب لا يعني لا يعني يمكن إجراء دعمات لها ممكن فبتجرى لها عملية اللي بنسميها الكورونري بايباس سيرجري أو جراحة الشرائين التاجية ممكن تكون جراحة لصمام أو أكثر من صمامات القلب سواء كان الخلل اللي موجود فيه نتيجة التهاب روماتيزمي أو غير روماتيزمي نتيجة ديء أو ارتجاع في الصمام بيتم إجراء عملية إصلاح أو تغيير لصمام أو أكثر من صمامات القلب كذلك هناك عمليات للعيوب الخلقية في القلب هناك ثقبة بين الأذينين أو الثقبة بين البطينين أو ديء في شريان أو اختلاف في شرائين أو عدة عيوب خلقية مع بعض وبالتالي بنجري جراحات القلب المفتوح لإصلاح العيوب الخلقية الموجودة في القلب هناك أيضا أسباب تتعلق بتضخم عضرة القلب هناك أسباب أخرى تتعلق باضطراب ضربات القلب فهناك جراحات قلب يعني ليه أنواع مختلفة من الأمراض اللي بتصيب القلب الحقيقة دي الأسباب بالنسبة لأنواع جراحة القلب زي ما قلنا هناك جراحة القلب المفتوح وهناك جراحة القلب المغلق أو غير مفتوح اللي بيتم فيها إصلاح خلال أو إجراء العملية بدون الحاجة إلى مكنة القلب والرئتين الصناعي الجراحة ممكن تكون أيضا جراحة باستخدام الجراحة التقليدية ممكن تكون إجراحة القلب قليلة التدخل بإجراء فتحة جانبية في الصدر من جانب الصدر مش من الصدر الأمامي كذلك يمكن استخدام تقنية المنظار بمساعدة المنظار يمكن استخدام تقنية الأساطر إجراء الجراحة باستخدام القصاطر زي إجراحة تركيب الصمامات أو إصلاح الصمامات الصمام الأورطي أو المايترالي أو حتى الثلاثي كذلك هناك جراحة باستخدام الروبوت الجراحي فهناك أنواع عديدة من الجراحات القلب المفتوح هناك أيضا ربما المشاهدين بيسمعوا عن جراحة القلب النابض اللي هو إجراء جراحة لشرايين القلب بدون إيقاف عضرة القلب وبدون استخدام مكنة القلب الصناعي الحقيقة مخاطر جراحة القلب زي ما الناس بتسأل دايما إيه نسبة المخاطر الجراحات التقليدية في القلب بتجرب نسبة نجاح عالية تقارب 99-99% أو أكثر لكن كل مريض وكل حالة مرضية تختلف بنسبة المخاطر عن الأخرى فإحنا لازم نبقى عارفين أننا من عممشي المخاطر على كل المرضى هناك نسبة معامل أمان عالي جدا هناك أيضا نسبة إقامة في المستشفى بتقارب الأربع أو الخمس أيام أو أقل حتى تختلف من حالة إلى أخرى لكن بعض المرضى بيتطلب رعاية مركزة أكثر ويتطلب إقامة في المستشفى أكثر كل مريض يختلف عن التاني لكن أنا عايز أطمن جمهور المشاهدين والمرضى أن نظرا للتقدم التكنولوجي العالي ولتجمع خبرات عالية جدا على مستوى السنوات الماضية العشرات السنوات الماضية أصبح لدى أطباء جراحة القلب خبرة عالية جدا وأصبحت المستشفيات ومراكز القلب مجهزة بإمكانيات يعني تعطي معامل أمان ونسبة نجاح عالية جدا لجراحات القلب فليطمئن مرضى جراحة القلب هل دايما المرضى بيسأله بيتم استخراج القلب أثناء العملية؟ لا ما بيتمش استخراج القلب أثناء العملية العملية بتجرى والقلب في مكانه في الصدر طيب إمتى بيتم استخراج القلب لما بنعمل عملية زراعة القلب زراعة القلب هي اللي بنستبدل فيها القلب بقلب آخر أو يما قلب إنسان أو قلب صناعي تختلف هذه العملية حسب مكانها فزراعة القلب هي اللي بيستبدل فيها القلب لكن العمليات القلب العادية القلب مكانه وممكن يكون شغال وبتجرى العملية ونسب نجاح عمليات القلب المفتوح زي ما قلت نسب عالية يعني مثلا في جراحات الشرايين التقليدية نسبة النجاح 98-99% جراحات الصمامات أيضا قليلة المخاطر احنا عندنا تلات مجموعات من اللي بنسميها مستوى المخاطر في العملية عندنا المخاطر العادية من 1-2% وفق التصنيف العالمي المخاطر المتوسطة بتبقى من 2-5% المخاطر العالية بتبقى فوق 5% والدكتور وظيفته والفريق الطبي المعالج من أطباء القلب بيحسب هذه الأمر بناء على الحالة المرضية وسن المريض وقوة عضلة القلب ونوعية العملية والمشاكل المرضية الأخرى وبيخبر أهل المريض ويتناقش معه في ظروف هذه العملية كل حالة بتختلف عن الأخرى أنا بتمنى لمرضى القلب الشفاء العاجل وبطمنهم رسالة اطمئنان قوية اطمئنه لعمليات القلب النتائج مبشرة وطيبة جدا والخبرات موجودة وعالية على مستوى العالم ومراكز المتخصصة في القلب مجهزة بكل التجهيزات والتقنيات العالية والشفاء يبدأ من القلب شكرا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة